الحمد لله المتفرد بوحدنية الألوهية المتعزز بعظمة الربوبية القائم على نفوس العالم بآجلها العالم بتقلبها وأحوالها المان عليهم بتواتر آلائه والمتفضل عليهم بسواب نعمائه الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير فمضت فيهم بقدرته مشيئته ونفذت فيهم بحكمة إرادته وألهمهم حسن الإطلاق وركب فيهم تشعب الأخلاق فهم على طبقات أقدارهم يمشون وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون وكل حزب بما لديهم فرحون وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلاء ومنشئ الأرضين والثرى لا رد لخضائه ولا معقب لحكمه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون واشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان فصلى الله عليه وسلم وبرك ما ضر في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك وسلم تسليما أما بعد عباد الله أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بذعة وكل بذعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وآلها وإنما توعدون الآت وما أنتم بمعجزين في بداية هذه الحلقة الجديدة من الإيمانية أرحب الإخوة والأخوات المتابعين لهذه الحلقات وأسأل الله تعالى لفعل وإياكم بها كما أشكر للقائمين على هذه القناة المباركة قناة الرحمة وفريق العمل إتاحة هذه الفرصة وأسأل الله تعالى أن يكون ذلك في مجان حسنتهم ما زلنا في ذكر بعض الخواطر الإيمانية المفيدة من هذه الخواطر الإيمانية ينبي أن نعلم أن وظيفة العمر هي العبودية أن الله جل خلقنا من أجل أن نعبده عز وجل ما خلقنا من أجل أن نأكل ونشرب أو من أجل أن نؤسس شركات أو من أجل أن نجمع ونمنع نجمع المال أو من أجل أن نطعم الأولاد كانت هذه الواجبات ولكن ليس هذا هو الهدف فالله عز وجل خلق للخلق من أجل أن يعبدوه ولأهمية هذا السؤال أتى مبينا في الكتاب والسنة قال عز وجل ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما خلقهم إلا لعبادته عز وجل ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله رزاق ذو القوة المتين وقال عز وجل يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون ينزل ملائكة وروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن أليهة يعبدون فالله جل أنزل الكتب وأرسل الرسل من أجل أن يحرر الناس من عبادة المخلوقات وأن يعبدوهم لله عز وجل فالناس يقعون في عبادة الأشجار والأحجار والشمس والقمر والبقر والشجر والهوى والشيطان وغير ذلك من الألهة الباطلة التي تعبد من دون الله عز وجل فيحررونهم من هذه العبادة ويجعلونهم صعداء في الدنيا والآخرة بعبادتهم لله عز وجل والذي يعني ينسلخ من العبودية لله لا أود أن يقع في عبودية غير الله تجدوا يعني عبد المنصب أو للدينار والدرهم أو عبد الامرأة أو عبد الحجر أو الشجر ده بد أن يقع في عبودية غير الله عز وجل وذلك كانت العبودية لله عز وجل لتشريف كما قال قضي عياض ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأنصيرت أحمد لي نبيا فنحن عبيد لله عز وجل مالك السماة والأرض ومالك الملوك فنحن عبيد لله عز وجل والذي لا يعبد الله عز وجل إما أن يعبد الصليب أو إما أن يعبد مخبور مثلا أو غير ذلك من الألهة الباطلة وأي عبودية لغير الله عز وجل فهي شقاء في الدنيا قبل الأخرة تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخطيفة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تخش تعلق القلب بالدينار والدرهم والخطيفة والخميصة هي أن أعمل إستياب يعني إنسان لو علق قلبه بغير الله عز وجل لابد أن يشغى ولذلك النفس السلام جعل علاج ما يصيب العبد من هم أو غم أو حذن في تجديد العبودية لله عز وجل وتجديد العبودية لله عز وجل وفي أن يجلس على بساطة العبودية ويعترف بأنه ليس عبداً ابن سيد ولكنه عبد وابن عبد وابن أمى العبودية متأصلة فيه فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما أصاب عبداً قط هم ولا غم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماضاً في حكمك عدل في خضائك أسألك بكل اسم أنه لك إلى آخر الحديث المعروف فنقول وظيفة هي العبودية لله عز وجل والإنسان لا يجل له أن ينسلخ من العبودية في أي حال من الأحوال قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين فالإنسان يعني ينبغي أن تكون كل حياته لله عز وجل لأن عبد لله فلا يجل له أن يختلص من وقته شيء ولا من ماله شيء هو ماله وزوجته وأولاده وكل ما يملك هو ملك لله عز وجل أن العبد أساساً لا يملك فهو ملك لله عز وجل وماله ملك لله وزوجته ملك لله وأولاده ملك لله عز وجل فهذه الوظيفة التي خلقنا يعني من أجلها قد يظن ظن الإنسان إذا كان كذلك في يعيش في شقاء لا يجد راحة ولا يجد سعادة ولكن هذا من الجهل البليغ لأن الإنسان يعني كمال سعادته فيه كمال وظيفته فالعين يعني سعادته في الإبصار والأزن في السماع والقلب فيه يعني أن يكون يعني متعبد لله عز وجل يعني وحده فكما أن السماع والأرض لو كان فيهما ألهة إلا الله لا فسدت فكذلك قلوب العباد لو كان فيها ألهة إلا الله عز وجل فسدت بذلك فساداً ليرجى له صلاح حتى تعرف رباه عز وجل وحتى توحد رباه عز وجل فكلما كملت عبودية الإنسان لله عز وجل فتكمل سعادته من ناس من يعطي الله عز وجل ظاهره ولكن باطنه ليس لله عز وجل كما قال بعضهم يخبرون البواب أنك نائمه وأنت إذا استيقظت أيضاً فنائمه فهو مشغول في الدنيا ومشغول في الدنيا بالشهوات وجمع المال ويعني الأمور الدنيا فلو وقف يصلي فقلبه أيضاً يهين في هذه الشهوات فحتى في وقت العبادة التي ينبغي أن تكون خالصة لله عز وجل لأنه هو مشغول أيضاً بالدنيا فلا تكمل سعادته حتى يكون بقلبه وجه ورحيه يعني لله عز وجل تكمل عبودية لله عز وجل وأبناء الملوك ما نحن فيه من نعمة لجالدون عليها بالسيوف وقال بعضهم أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل الله في لهوهم ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا وقال بعضهم ما بقي من الذات الدنيا إلا ثلاث خيام الليل ولقاء الإخوان وصلاة الجماعة وقال بعضهم أنا منذ أربعين سنة ما أزعجني إلا طلوع الفجر يعني سعادته فيه يعني قيام الليل فهو منذ أربعين سنة ما أزعجه إلا طلوع الفجر وقال شيخ الإسلام بن تيمية إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة وكان يقول ما يفعل بي أعدائي أنا جنتي معي بستاني في صدري نسجني خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة وتعذيب جهاد في سبيلها ولما سجن في قلع دمشق نظر إلى صورها العالي وقال أضرب بينهم بصر له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب وقال لو أملك ملء القلعة ذهبا ما استطعت أن أكافئهم على ما قدموه لي من الخير ويصفه تلميذ المحقق من القيم يقول كن إذا ضاقت بين الأمور واشتدت بين الأحوال نلقاه فما أن نراه وننظر إليه إلا ذهب كل ذلك عنا وانقلبا شراحا وفرحا ولقد كان من أطيب الناس عيشا مع ما كان فيه من شدة العيش وخلاف الرفاهية الشيخ الإسلام تأمية عاش تلاتة وستين سنة وفقها قدرية للنفس السلام لم يسع يوما لأن يتزوج زوجة حسناء أو يملك سرية قوراء ولا سعى خلف دينار ولا درهم كانت حياته كلها بذل واجهاد بالسيف والسنان والقلم واللسان حتى مات وهو يعني مسجون في خلع الدمشق دمشق يعني عاكف على القرآن الكريم ومع ذلك يقول ابن القيم ولقد كان من أطيب الناس عيشا مع ما كان فيه من شدة العيش وخلاف الرفاهية هو لم يتزوج ليس رغب عن سنة النفس السلام ولكن لم يجد حياة الاستقرار حتى يتزوج فكانت حياته كلها يعني تناقل وحروب ومناظرة لأهل البضع وبث للعلم النافع وجهاد بالسيف والسنان والقلم واللسان يعني حتى يعني مات وهو محبوث في قلعة دمشق فمع ذلك كان من أطيب الناس عيشا مع ما كان فيه من شدة العيش وخلاف الرفاهية يقول ابن القيم كانت نظرة النعيم تلوح على وجهه إنه لسه في الدنيا يعني أما نظرة النعيم اللي هي بالنظر إلى وجه الله الكريم تعرف في وجهه من نظرة النعيم فهذا من حلوة الإيمان ومن الطعاة العبادات يقول كانت نظرة النعيم تلوح على وجهه فالحمد لله الذي فتح إلى عباده بابا إلى جنته فأتاهم من ريحها وطيبها ما استفرى قواهم لطلبها وهم ما يزالون في دار العمل يعني هما لسه في الدنيا ومع ذلك كأن نتفتح لهم باب للجنة أتاهم من ريح الجنة ومن طيب الجنة ما جعلهم يستفرغون يعني كل طاقتهم يعني في طاعة الله عز وجل فنقول الوظيفة هي العبودية لله عز وجل تكون عبدا لله عز وجل والله عز وجل يصف نبيه في أشرف مقاماته بالعبودية مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه ومقام التحدي وأن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا مقام الإصراء سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الأقصى الذي بركنا حوله فالعبودية تشريف وتكريم فأشرف مقامات النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد لله عز وجل كما قال إبام الطحاوي وأن محمد عبده المصطفى ونبي الخلافة أتخاذ الصفية أنه يعني يحصل فناء في ذات الله ويكون عبد رباني يقول الشيء يكون فيكون ولكن يعني غاية التسكية عند أهل السنة والجماعة يعني أن كمال مراتب العبودية لله عز وجل وأن محمد عبده المصطفى ونبيه المجتمع ورسوله المرتضى وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأطقياء وسيد المسلين وحبيب رب العالمين فنقول الوظيفة التي خلقنا من أجلها هي العبودية لله عز وجل وذاك رباية بن عامر لما أرسله سعد بن أبي قاس إلى رستم قال له رستم قائد جيش الفرس قال ما الذي جاء بكم قال إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله فهذه وظيفة الرسل والدعاء بدعوة الرسل تحرير الناس من العبودية لغير الله وتشرفهم بأن يجعلوهم عبيدا لله عز وجل ما قال ابتعثنا بالجهاد ولا بالأمر المعروف والناع المنكر ولا بقيام الليل بل قال يعني إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله من ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والأخرة ومن يعني جور الأديان إلى عد الإسلام فهذه الخاطرة الأولى وهي بعنوان العبودية هي وظيفة العمس الخاطرة الثانية بعنوان ينبغي للعالم أن يورث تلامذته لا أدري فكثير من الناس يستحي أن يقول لا أدري وخاصة إذا كان على الفضائيات مثلا أو أمام جميع الناس يظن أن هذا فيه يعني غض لعلمه ولشأنه عندهم مع أن العلماء كانوا يحرصون يعني فعلا على توريث يعني هذه الكلمة فيروى أن الشيخ ابن باز رحمه الله كان نسجل معه أحد الناس تسجيلا في الفتاوى وقال في بعض هذه الفتاوى لا أدري فلما عمل المنتاج للتسجيل وأرد أن يعرضه على الشيخ من أجل إذاعته يعني سأله على الأسئلة التي قال فيها لا أدري فعلم أنه حذفها فغضب غضبا شديدا وأصر أن تعود يعني هذه الأسئلة يعني مرة ثانية بجواب الشيخ ابن باز لا أدري وهذا من حرص العالم على أن يورث تلامذته لا أدري فالعلماء يحرصون يعني على أن يورثوا التلامذة لا أدري ولا تقولوا يعني إنسان لا يقول على الله بلا علم لأن كثير من الناس يتحرج أن يقول لا أدري فيتجرأ على الله عز وجل ويفتي بغير علم يقول لإمام أحمد ليعلم المفتي أنه يوقع عن الله عز وجل أمره ونهية وأنه موقوف ومسؤول عن ذلك أنه كأنه بيمضي مكان ربنا عز وجل يقول هذا حلال وهذا حرام وبغير دليم من كتاب أو السنة وقال البراء يعني رأيت عشرين ومئة من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سئل أحدهم عن مسألة إلا ود أن أخاه كفاه وفي بعض الروايات كانت المسألة تدور عليهم حتى تعود إلى الأول هذا يقول اذهب إلى فلان واتذهب إلى فلان حتى تدور المسألة وتعود إلى الأول فكانوا يتحرجون من الفتوى وقال عمر بن عبد العزيز أعلمهم بالفتاة وأسكتهم وأجهلهم بها أنطقهم لو أتيت إلى قوم وطرحت عليهم مسألة من حلال والحرام فأعلم أن أجهل الواقفين هو الذي سوف يبادر بالرد عليك لأن العلم يدعو إلى التريص ويمكن أنه لا يعلم مثلا يقول لا أدري ابن عمر يقول ما أبرضه على قلبي إذا سئلت عما لا أعلم أنا أقول الله أعلم يعني ما فيش أي حرج إن الإنسان يقول يعني لا أعلم أو لا أدري والعلم ثلاثة حلال وحرام وكان محمد بن سرين إذا سئل عن مسألة من الحلال والحرام تغير وجهه فكأنه ليس بالذي كان وكان إبراهيم النخعي إذا سئل عن مسألة كان يقول قد تكلمت ولو وجدت بدا ما تكلمت وإن زمانا أكون فيه فقيه أهل الكوفة إنه لزمان سوء بيقول الزمان لصدنا فيه نحن الفقهاء زمان سوء فنقوله علماء كانوا يتحرجون حتى قال بعضهم إذا سئلت عن مسألة من الحلال والحرام فلا يكن همك تخليص السائل ولكن تخليص نفسك أولا أنت ما تحملش يعني وزر يعني الفتوى بغير علم فلا يكن همك تخليص السائل ولكن تخليص نفسك أولا وقالوا إنما العالم الذي إذا أفتى فكأنما يخلع درسا بتطلع الفتوى منه كأنه بيخلع الدرس إنما العالم الذي إذا أفتى فكأنما يخلع درسا وقال بعضهم أجرأهم على الفتاوى أجرأهم على الله عز وجل فالإنسان إذا سئل يعني عن مسألة يتجرأ على الله عز وجل وعلى الكتاب والسنة ويفتي بغير علم بل يقول لا أدري هذا لا يشينه أبدا الإمام مالك طرحت عليه يعني خمسين مسألة خلف ستة وتلاتين منها لا أدري فيقول له نحن أتينا من بلاد بعيدة فيقول لهم لا أدري يعني هم يعني مش متصورين لإمام مالك يعني إمام دار الهجرة والذي قيل عنه لا يسأل يعني ومالك في المدينة فيش حد يتسأل طول الممالك في المدينة ومع ذلك لا يتحرج أن يقول لأدري فهذا دأب العلماء فين بغي للعالم أن يورث تلامذته لا أدري الخطرة الثالثة في هذه الحلقة وهي بعنوان من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم فالله عز وجل الذي يريده مننا هو التسليم لشرع الله عز وجل والأمر الله عز وجل وذلك الإسلام أساسا هو التسليم التسليم للأوامر قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم الإنسان يستسلم في الظاهر للشرع يقيم الصلاة ويؤدي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت استسلام لشرع الله عز وجل ثم بعد ذلك يترقى في درجات الإيمان فهؤلاء الأعراب لم يكنوا منفقين على الراجح من كلام العلماء وإنما كانوا حديث عادي بالإسلام خاصة الأعراب آمنا فالله عز وجل الأمر أن يقولوا أسلمنا استسلمنا للشرع ولكن الإيمان بيتربى بعد ذلك في القلوب فالله عز وجل يريد مننا أن نستسلم لشرعه عز وجل ولا يريد مننا أن نعرض يعني كل شيء في الشرع على العقل فكما يقولون العقل كالدبة توصلك إلى قصر السلطان ولا تدخل به على السلطان تأدبا فأنت تحتاج إلى العقل في دراسة يعني أدلة بقود الله عز وجل دلائل النبوة يعني حتى تؤمن بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ولكن لا طارت كل شيء على العقل فتقول هذا يليق وهذا لا يليق كما فعلت المعتزلة يعني مثلا الله عز وجل يعني يقول الجنة أعدت للمتقين عددت العباد ملاعين ورأت كان في الحديث القدسي ولا أذن سمعت وهؤلاء يقولون يعني إذا جهزها وأعدت فترات طويلة يعني دون استعمال يا هذا نوع من العبث يتنزه الله عز وجل عنه والله جل يقول وفي السماء لسخكم وما توعدون يعني الجنة فأهل سنة يقولون إن الجنة موجودة وموجودة في السماء وثقفة عرش الرحمن وهؤلاء يقولون إنها لم توجد ولكن توجد يوم القيامة وكذلك النار مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد ما تجدون الحر هو من فيح جهنم وقال اشتكت النار إلى ربها وقالت أكلها بعض بعضا فأذن لها في نفسين نفس في الصيف ونفس في الشتاء فأشد ما تجدون من الحر من فيح جهنم وأشد ما تجدون من الزمهرير من البد فمن زمهرير جهنم يدل أن الجنة والنار موجودتان نصوص تدل على ذلك مجيش أنت بالعقل تقول هذا لا يليخ بالله زي ما نفعوا صفات الله عز وجل قالوا هذا لا يليخ بالله كأنهم أعلم بالله عز وجل من الله عز وجل فينبيع أن نسلم لشرا الله عز وجل ليس كل شيء يعرض على العقول لو قلنا مثلا الصبح اتنين والظهر أربعة والسنة اتنين قبل الظهر واثنين بعد الظهر أو أربعة قبل الظهر واثنين بعد الظهر أو أربعة أو أربعة فإيه الحكمة يعني صبح الدين وإحنا عقبين من النوم والظهر وإحنا فيه الشغل ليس صلي أربعة يعني الله يعني الله أهلا يعني ليس كل شيء يعني يعني يعرض على العقل كما قال عليه أبي طالب رضي الله عنه لو كان الدين بالعقل لكان ظاهر الخف باطن الخف حق بالمسح من ظاهره يعني نحن عندما نمسح الخف نمسح ظاهر الخف يعني ونطرق باطن الخف اللي هو بيلابس التراب والأرض نمشي به فيقول لو كان الدين بالعقل أو بالرأي لكان باطن الخف اللي هو اللي بيلمس الأرض هو الذي يمسح لليمسح ظاهر الخف يدل أن الدين ليس بالرأي ولا بالعقل الدين بالنقل وبالشرع فنقول من الله رسالة وعلى رسول البلاغ وعلينا التسليم ولا تسأل لماذا شرع ولكن سأل ماذا شرع ليه ربنا أمر بكذا ليه أمر بالحجاب ليه أمر يعني بالطهارة لا تسأل لماذا شرع ولكن سأل ماذا شرع ويعني بغي أن يكون المسلم بين يدي الشرع الله عز وجل كالميت بين يدي الغاسل الميت ليس له إرادة تخالف إرادة مغسله بل مغسل يخلبه كيف يشاء ويبدأ بما شاء من جسد وينتهي بما شاء وهكذا المسلم يعني بغي أن يكون بين يدي الشرع يتولى الشرع تنظيفه وتغسيله وتطيبه وليس له إرادة تخالف إرادة مغسله فمن الله رسالة وعلى رسول البلاغ وعلينا التسليم من هذه الخواطر الإيمانية كذلك التي نحتاجها وخاصة في هذا الزمان كيف تنهض الأمة من كبوتها وكيف تعود إلى سالف عزتها وكرامتها فطبعا أمة الإسلام يعني حكمت الدنيا وكان أكثر المعروف من الأرض تحت سيطرة الدولة الإسلامية خلافة العباسية والأموية وفا يعني ما أصيبت به الأمة الآن أخبر عنه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وشخص هذا الدأ وبين كيف يكون العلاج فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها أم الكفر أوروبا وأمريكا والشيعة وغيرهم من الأمم يتكلبون على أمة الإسلام كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها الصحابة يتعجبون فيقولون من خلة نحن يوم إذن يا صلى الله إحنا عددنا قليل قال بل أنتم كثير فإحنا أمة الإسلام يعني ربع العالم يعني العالم دلوقتي 8 مليار تقريبا المسلمين 2 مليار ربع العالم قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل يعني أنتم زي الرغوة والأش الذي يكون فوق سطح الماء وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ الْمَهَابَةَ مِنْ قُلُوبِ عَدُوِّكُمْ مِنْكُمْ وَلَيَخْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهَنِ فالصحابة سألوا وقالوا وما الوهن يا رسول الله هم ما كانوا يعرفون الوهن لأنهم كانوا يعرفون الجهاد والشهادة والبذل والتضحية والعزة والكرامة ما كانوا يعرفون الوهن فكان خالد يقول للروم أيها الروم نزلوا إلينا فوالله لو كنتم معلقين بالسحاب لرفعنا الله إليكم أو لأنزلكم إلينا وكان الفارس طارق بن زياد لما وقف على شاطئ المحيط الأطلنطي وقال والله يا بحر لو أعلم أن ورائك أرض تفتح في سبيله لخطك بفرسي هذا وكان الخليفة هارون الرشيد ينظر إلى السحابة في السماء ويقول أمطري حيث تشائين فسوف يأتيني خراجكي فالأمة كانت في غاية العزة وفي غاية القوة وفي غاية المنع وخضت على الفرس والروم يعني في السنين الأولى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني معركة القادسية وكتل يرموك الأول يعني في نهاية خلافة أوبكر وتوفي أوبكر يعني أثرت الأخبار وهم في المعركة يعني المعركة خلت يوم واحد كان القادة خالد بن الولين وكتم الخبر على الناس يعني حتى يتم له النص والقادسية كانت بعدها في بداية يعني خلافة الفروق وعمر رضي الله عنه فقضوا على الفرس والروم في سنوات قليلة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فنقول كانت الأمة في غاية القوة والمنع ولكن في شيء أصاب الأمة فضعض قوتها وأضعف يعني كيانها فما هو الذي أصاب الأمة النبي صلى الله عليه وسلم قال وَلَيْخْلِفَنَّ اللَّهِ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهَنِ قالوا وَمَا الْوَهَنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَهِيَةِ الْمَوْتِ فالذي أصاب الأمة وكان سبب يعني في هذا البلاء الذي نعيشه هو حب الدنيا وكَرَهِيَةِ الْمَوْتِ ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بالموت الموت الذي يصيب كل إنسان لأن الموت مصيبة فأصابتكم مصيبة الموت ما أحد يتمنى المصيبة إنسان لو فقد شيء من مالي فهي مصيبة أو من أولادي أو من أعضائي فهي مصيبة فالموت يفقد كل مالي وكل أولادي وكل أعضائي فالموت يعني مصيبة كما قال بعضهم إن عشت تفجع في الأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبى لك أفجع يعني لا يصيب الإنسان مصيبة مثل مصيبة الموت ولذلك الصحابة لما قالوا لأن يرسى الله سلم كلنا يكره الموت قال ليس ذاك بذاك إن المؤمن إذا فرج له عما هو قادم عليه أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه يعني الإنسان عندما يكشف له ويرى مكانه في الجنة فيحب لقاء الله فالله أرزال يحب لقاءه والكافر أو الفاجر لما يرى مكانه في النار والعذب له يكره لقاء الله فيكره الله عز وجل لقاءه فالصحابة لما قالوا كلنا يكره الموت أرادوا بذلك الموت الذي كتب على بني آذم فالنفس السلم عندما قال في تعريف الوهن حب الدنيا وكرهية الموت أراد الموت في سبيلها ناس تكره الموت في سبيلها فإحنا بيصعوا علينا جدا الناس الذين يقتلون يعني في غزة وفي فلسطين عموما مع أن هذه كرامة وهذه شهادة وإحنا تمنى أن ننال هذه الشهادة فالأمة إذا كانت تحب هذا الموت موت في سبيل الله فتبقى عزيزة يعني كريمة وكذلك قال أنه يتباعتم بلينا وأخذتم أذناب البخر وتركتم الجهاد وراضيتم بالزرع وتركتم الجهاد صلى الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم فنسأل الله أن يعز هذه الأمة وأن ترفع هذه الرأي وهي مرفوعة الحمد لله يعني في فلسطين وأن يرضخنا شهادة في سبيله مقبلين غير مدبرين أقول قولي هذا والسلام عليكم وصلى الله وسلم وبركاته على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم